السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل والتقني إن شاء الله النهاردة هنقولكم إزاي تلغي الاشتراك في خدمة حريف كورة من أورانج تمام؟ إن شاء الله النهاردة هنقولكم إزاي تلغي الاشتراك في خدمة حريف كورة من شبكة أورانج لإلي في ناس كتابتلي في التعليقات إن أما إشتراكوا في الخدمة ديات ومش عارفين يلغوها إن شاء الله النهاردة هنقولكم إزاي تلغي الاشتراك في الخدمة ديات بكل سهولة بس قبل يبدأ الشرح بنتمنى لو أنتم بأول مرة تشوفوا رديواتنا تشيركم في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان أول ما نعمل أي فيديو جديد يوصل لكم إشعار بيه طيب دلوقت بقى هنقولكم إزاي هنلغي الاشتراك في خدمة حريف كورة من شبكة أورانج لو ألاحش ديات رسالة هيت مكتوب لي فيها ديات رسالة هيت اللي هي بتاع الاشتراك في خدمة حريف كورة وكاتب لي في آخر رسالة كاتب لي هنا هو لإلغاء الاشتراك ابعت إلغاء لخمسة أربعة اتنين زيرو ببلاش تمام طيب هنلغي بقى كده إحنا إيه الاشتراك مع بعض كده معنا الرسالة دي إيه؟ معناها إنه هو بقول لي هنا هو ابعت كلمة إلغاء في رسالة للرقم اللي هو خمسة أربعة اتنين زيرو ببلاش تمام طيب هنقرب كده بقى نبعت كلمة إلغاء في رسالة للرقم اللي هو خمسة أربعة اتنين زيرو طيب أول حاجة هنفتح الرسائل بتاع الموبايل أول حاجة هاجي على علامة الألم بالشكل ده هابده أضغط عليها لكنها هبعت رسالة جديدة تمام بعد كده هضغط علي إنشاء اللي هي إنشاء رسالة جديدة بالشكل ده هابده أضغط عليها تمام هضغط علي إنشاء طبعا ممكن يكون الاعدادات دي مختلفة من موبايل للتاني تمام بس اتضغط في الاخر واحد طيب بعد ما فتحت الرسائل اكدني كده ايه هبعت رسالة جديدة اول حاجة بقول لي ادخل الرسالة تمام هاضغط كده على ادخال الرسالة بالشكل ده وهبدأ اكتب فيها الغاء تمام هابدأ اكتب فيها الغاء بالشكل ده انا كده كتبتي الغاء هو طيب واللي فوق هنا هو عند علامة الشخص كده بقول لي اكتب الرقم اللي انت عايز تبعط له الرسالة تمام هابدأ اكتب كده الرسالة هضرت على المستقبل بالشكل ده او الخانة اللي انا هكتب فيها الرقم اللي انا عايز ابعط له الرسالة تمام هكتب الرقم اهو اللي احنا قلنا عليه خمسة اربعة اتنين زيرو والرقم دوت واحد ما بتغيرش يعني كل اللي جاله كل اللي اشترك في الخدمة ديت هتلاقيه بالغيه عن طريق الرقم ده تمام طيب انا كده عملت ايه اول حاجة كتبت الغاء في المكان اللي انا بكتب فيه الرسالة وبعدين جيت على المكان اللي انا بكتب فيه الرقم عشان ابعط له الرسالة وقمت كاتب خمسة اربعة اتنين زيرو تمام بعد كده هضرت على ارسال بس اهم حاجة اهم حاجة تتأكد ان انت بتضغط ارسال من الشريحة او الخط اللي هو خاص بشبكة اورانج اهم حاجة تتأكد اللي انت هتبعط ارسال من الخط او الشريحة اللي هي خاصة بشبكة اورانج تمام لان انت ممكن تكون مركب خطين ولو جات تبعت من خط تاني الرسالة كده مش هتتبعت طيب هجاني بقى بعد كده هضعت على كاتب اللي هنا هو تعلمة اتنين طيب لو انا جات كده هضعت على رقم اتنين بالشكل ده ورقم اتن دوت عندي اللي هو الخاص بشبكة اورانج تمام كده الرسالة تبعت تاي طيب هتنتظر بقى رسالة مكتوب فيها تم الخروج من خدمة حريف كورة انت انسحبت من خدمة حريف كورة مش عارف ايه يبقى اني كده ايه لغاية الاشتراك في خدمة حريف كورة بطريقة سهلة جدا لان في ناس كدتكيبالي في التعليقات ان هم مش عارفين يلغوا الخدمة دية وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو واذا عجبك الفيديو اضغط لايك وبتنسوش الاشتراك في القناة وسنشجعونا اللي احنا عملكه في الجيوهات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته